السشوار والبيبيليس تمام ليه بيجهدوا الشعر وهل استخدام السشوار او البيبيليس احيانا هو خارج رايح الجامعة يلا خلاص هعمل سشوار هعمل ببيبيليس عشان القصة بتاعتي عشان كده تنصحه بايه او تنصح الشباب بايه هو عمتا مهم هنصح هو هيعمل يعني استشوار هو خلاص اخد على كده بس هو 90% الاستشوار بيتلي في الشعر بيتلي في الشعر اكيد وجاء لك شعر تالف بقى من السشوار ومن البيبيليس هتقول له ايه او تنصحه بايه او تقول له خلاص هتو زيره لا مش هنجيب زيره بس هني اعتمد على اللي هو الترتيب ترتيب مش هقول اسامي الترتيبات بديل بس فيه ترتيبات كتير فيه ترتيبات طبعا تعرف السوق بقى فيه حاجات صيني وفيه حاجات والله يعني حضرتك انت فيه قدامي بحاجة وليكن تقريبا مثلا بعشرين وفيه حاجة بثلتمية انا مقدرتك اللي انت حابك جيبيه كمتخصص انا يعني ابني جالك وطبعا شعره تالف او 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 وانا حابة يعني عايزة ارجع طبيعة الشعرية مش اكتر مش هضيف عليها حاجة الفرد الفرد هل الفرد اللي البنات بيعملوه نفس الفرد اللي بتستخدموه كالرجال يعني هو هو بس فيه حاجة اسمها بروتين البروتين عمتا حسب نوع الشعرية انت حابة بروتين فرد ولا فرد ومعالج ولا معالج بس بتفرق بتفرق قبل بروتين كان طلع فترة ان هو مسارطا وبيقدي الى امراض عزان الله هل ده حقيقي كان فيه هو عمتا حقيقي حقيقي انه البروتين بيقدي قبله دلوقتي على الساحة في بروتين بالكولوجين في بروتين بفيتامين معرفش ايه حاجات كده مسميات كتير جدا 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 وطبعا الناس بتجري ورا الحاجات اللي بتفتكر انها وتتبع للأسف افخم صيدلياته في اماكن كبيرة بتتبع على انها هتعالج الشعر هتعيد انبات الشعر والأسف ما بيجيبش نتيجة المرضية ما هو المشكلة في حاجة دلوقتي المشكلة ان انا هعمل بروتين ما هو يعني قبل البروتين انت صيبة شعرك وليكن الشعر تالف طب هعمل بروتين هو تقريبا يعني 60 وليكن 60 شعرية في اليوم تمام بيقعوا تمام فانت لما بتعمله بروتين حضرتك لما بتجي تعمله بروتين خلاص انا عملت بروتين فما مو بسرحش ممكن اعب بقى سنة ونص ما سرحش شعري فلما اجا سرح اتوقع ان فيه شعر كتير نزل الاهتماء اكيد طبعا والبروتين له حاجات يعني لازم انت تتعامل معها زي جونسو زيرو سوديو ما هو ده بي بي اويل وحاجات الاطفال بتبقى زيرو كل حاجة يعني بتبقى حتى عشان الطفل والحفاظ عليه بالنسبة ايه سبب تساقط الشعر بعد استخدام السشوار وهل ده بيبقى الشعر مجهد ولا هو اساسا السشوار بيقدل تساقط الشعر وبيتلف الشعر والله لو لو اتكلمنا في محور تساقط الشعر هنخش في موال كبير قوي لان له اساسي عامل نفسي ممكن يكون عامل في الجو اسبب كتير مقدرش اقول حاجة يعني منها محددة في عوامل كتير جدا